بات الأمر واقعاً وأسعار الإنترنت الموازع عبر أجيرو إلى ارتفاع في المستقبل القريب بالرغم من أن هذا التصحيح للتعرفة لن يعود بالفائدة المطلوبة على القطاع ولن يحل الأزمة المالية المستشيثة فأسعار الإنترنت سترتفع بحدود 7 أضعاف ونصف عن سعرها الحالي وهي ستكون تقريباً على هذا الشكل خدمة الإنترنت على الشبكة النحاسية DSL لـ 80 جيجابايت ستكون بسعر الـ 420 ألف لبنانية بعدما كانت 60 ألف ليرة أما الـ 100 جيجابايت فستكون بـ 630 ألف لبنانية بعدما كانت 90 ألف ليرة الـ 160 جيجابايت بمليون ليرة بعدما كانت بـ 145 ألف ليرة والـ 200 جيجابايت مليون ومائتي ألف ليرة بعدما كانت 180 ألف ليرة أما الـ Unlimited Internet فيحدد بحسب السرعة وقد يصل إلى مليون وسبعمل ألف ليرة فيما الـ 2000 جيجابايت قد يحدد بـ 6 مليون و300 ألف ليرة لبنانية الأسعار ستسلق طريقة لارتفاع بانتظار موافقة وزارة الاتصالات في وقت يبدو أن الأزمة الطارئة على مستوى خروج بعض السنترلات عن الخدمة قد تحل يوم الاثنين المقبل معصر في وزارة المال للاعتمادات المطلوبة والمخصصة لشراء المزود ترجمة نانسي قنقر